في الطريق وواقعياً ترى هذا الأمر في الطريق ولكن هي واقع الحالة السيد أحمد الشراكات والتحالفات هي أمر واقع لا تستطيع حتى لو كنا لدينا منظومة عربية وإنشاء جيش عربي ومن هذا الكلام ولكن لازمنا يعني حتى الأمر كانت نفسهم الدول العظمى تحتاج الشراكات ولكن المهم في هذا إيصال الرسالة إلى من يهدد بإيقاف السلاح توريد السلاح إيقاف المساعدات العسكرية لبعض الدول التي تحتاج مثل مصر والأردن بمحاولة يعني لتقوية الطرف عن الآخر هذا أمر أنا أعتقد أنه يعني بدأ يعني يذهب بعيداً وهذا ليس من الفترة الحالية ترى يعني من تغير المملكة في شراها والعديد من الدول والمنظومات لما ترفض الولايات المتحدة الأوروبيين جاهزين يريدون تحريك اقتصادهم فرنسا جاهزة باعت العديد الأسلحة أو المنظومات الجوية للأمرات للمصر والمملكة العربية السعودية في هذا السوق فيه هناك الصراع الدول الجاهزة ولكن بحده لأنه في الحقيقة العقيدة العسكرية في المنطقة في منطقة الخليج بنيت على أنه يكون هناك شراكة مع دول متقدمة وإعداد خلينا نتكلم لك على تدريبات العسكرية ولمواجهة التهديدات تعمل سوياً وكان هذا يعني لنا في ذلك مثال أثناء احتلال العراق للكويت عندما أتت هذه الدول ولم تجد صعوبة في التعاون مع دول منطقة ومع مصر والأردن ليش لأنه هناك تعاون مستمر بالإمكان عمل هذا الشيء ووصلت الرسالة وتحدد بهذا الإدارة السابقة عندما يعني ذكر وانا متأكد انت شفت ساي ترامب عندما ذكر بأنه إذا لم تشتري هذه الدول لسلحة من عندنا فسوف يتجهون إلى الصين وروسيا وروسيا أبدا في كل لحظة هي تغازل المملكة ودول المنطقة لشراء هذا النوع من الأسلحة أو لتبادل تزويد المنطقة بإما الصواريخ البعيدة المدى وحتى الصين الصواريخ الاستراتيجية فنحن قادرون على هذا وفي العراق بحد ذات العراق استطاع أن يفرض بالرغم هناك اتفاقية استراتيجية وإلى آخره لانسحاب القوات الأمريكية وغض النظر عن النسو في ذلك لكن نحن نتكلم على منطقة الغرب بما أنه العراق في ظل هذا الحال الصعب جدا استطاعها أن يفرض بمعنى أنه لا تستطيع دول المنطقة الأخرى لا تستطيع وتستطيع أن تفرض بقوة والرسالة التي أحب أن أذكرها أكررها زيارة سمو وزير الخارجية إلى الصين في ظل تهديدات المستمرة بإيقاف تزويد المملكة بصواريخ الدفاعية بالرغم أن هناك اتفاقيات عسكرية ووزارة الدفاع دائما تؤكد على أنه يعني أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الولايات المتحدة المملكة عندما تستورد هذا الصواريخ أو هذا النوع من الصواريخ مع شقاها في المنطقة هي للدفاع وليست للجوم فما كان يجب على الإدارة الأمريكية ولكن المناكفات التي تحصل في الكونغرس هي ما يعطل هذا مختصر الكلام نعم نستطيع أن نذهب إلى دول أخرى جنوب أفريقيا الأرجنتين روسيا بعض الدول العربية يعني لديها صناعة ونستطيع والمملكة الآن فاتحة سوق إن شاء الله تشرفونا فيه اللي هو معاوة الدفاع الأول في المملكة يعني أقول لك أكبر معارض بريطانيا أكبر معارضة العسكرية وإن شاء الله تشرفونا فيه وهذه رسالة للعالم أن نجمع بينها نحن قادرون ولكن هناك أمور يجب أن تترتب وأن يكون يعني وضع التحالفات في 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 العين وليس تجاهلها لأن تحالفات شيء بكل تأكيد بكل تأكيد نحن نتشرف بكل تأكيد بالحضور إلى الملتقى في الرياض إن شاء الله إذا الملتقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر